أمر الرب طاهر ينير العينين يا ما فيه يوم عميين ما بيقشقوا بجسدهم ولكن عندهم استنارة بحياتهم ويا ما فيه ناس بتشوف ولكن عميين شو اللي بيجعل الإنسان يستنير هي كلمة الله أمر الرب طاهر ينير العينين وإنها سراج تنير العينين ليكم شو مكتوب أنت سراجي يا رب شو السراج تعرفوا شو السراج يعني متل بو تيقدر الإنسان يشوف مكتوب والرب يوضيء شو يوضيء ظلمتي كل البشرية عيش بالظلمة لأنه عيش بالموت عيش بضلال كلتنا كل إنسان تقبين كل إنسان مهموم كل إنسان عيش بيأس كل إنسان ضايع كل إنسان حاس بفراق كل إنسان حاسس أنه متروك مجروح وحيد هذا ظلمي مش هيب صح مش عارف حقائتك بليس مشوح حقائتك يا ما فيه ناس تكره حيلا يا ما فيه ناس بتتنتحر يا ما فيه ناس مش طيقة الدني كله لأي عائلتها لوليدها ويا ما فيه ناس بتخاف ما قلب تحكي اليوم والرب بيقول والرب يوضيء ظلمتي أنت بحاجة لمن يدويلك النور بالظلمة اللي أنت فيها تتسير تشوف والرب يوضيء ظلمتي الكلمة شو هي سيراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي لكن الكلمة هي سيراج لرجلي ونور لسبيلي الوصية هي مصباح بيقول الكلمة النبوية يعني الكلمة هي سيراج منير في موضع مظلم إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم لكن العالم كله بحاجة أنه يشرق نور المسيح ويفتح الحجر القبر من الموت اللي موجود بقلبي تيشرك يشرك كوكب كوكب الصبح يسوع المسيح إنها تعطي حكمة الكلمة شو بتأتينا شو غنية الكلمة باسمة بيقول تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص لكن أنت تتخلص شو بحاجة بحاجة للكلمة وهي بتأتيك حكمة بكمان الكلمة هي بيقول ليا بيلهجوا فيها إنها تلاوتي كل حين لكي لاش تلاوتي كل حين عم بيذكر حيله فيها دايما ويلهج فيها تي ميزيح عنا لي مين وليش مين لاش تيصلح طريقه لأنه الإنسان كل البشر بحاجة أنه يصلح طريقه ويمشي بطريق الرب يسوع المسيح يعني طريق الرب أنا هو الطريق يعني الكلمته هي الطريق اللي بتصلح لك حياتك وتفلح وتنجح بحياتك بيقول أكثر من كل مؤلمية تعقلت لأن شهاداتك هي لهجي وبكتوب لأنك حين إذن تصلح طريقك وحين إذن تفلح هللويا يعني اليوم كده تصلح طريقك كيف بدك تنجح بالحياة بحاجة للكلمة وكيف بدك تمشي بالنور بقلب هاي الظلمي العالم كلها عيشي بالظلمة بحاجة للكلمة وتلهج فيها تمتزيحنا ليمين ولشميل كمين مكتوب لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك ما يروح شي من تمك يطلق شي من تمك إلا من كلمة الرب مش هي هيك بقول حب الرب من كل قلبك ووعد في الإنسان بيحب الرب من كل قلبه سيئتا هم بيفرح من كل قلبه بيكون في بحجة بحياته بيكون منفايد القلب يطلق كل لسان يطلق فيها دائما مثل ما بيقول المزمور لكن في نموس الرب مسرته وفي نموسه يلهج مزمور واحد وبها يلهج نهار وليل إنها تقدس الكلمة بتقدس مش غير شي بقدس الكلمة تقدس وتحرر يعني كل إنسان عنده قيود كل إنسان مكبل بماضي قليم بيضعف ما بيخطيه ما بيعدات سيئة بيأمور كتير بالحياة بيمرض بشو ما كان يكون اليوم أنت بحاجة ميسة يكون أولوي بحياتك للكلمة تكون تتقدس وتكون عم تعيش حياة بملأة وتكون محرر من الكيود لإنتي فيه لكي يقدسوها متهرا إياها بغسل الماء بالكلمة اليوم إخوتي ما في غير الكلمة هي اللي بتطهرك وبتغسلك مشين هيك بيقول كمان قدسهم في حقك كيف بدي أتعدس بالحق بدي أتعدس ومن هو الحق بيقول يسوء أنا هو الحق وهون شو بيقول كلامك هو حق لكن الكلمة هي الحق يسوء هي الحق وهذا الحق يسوء بيحررني بيقول ما نقوله يا رب حررني يا رب حررني يا رب تهرني ويسوء يقولك من فوق أو الرب يقولك من فوق قلوك بعد تلك الكلمة تتحررها كلامك هو الحق والحق يحرركم لكن أنا بحاجة ما بقى نطلب من رب يا رب حررني افتاح الكلمة وحفظها والهاج فيها بتتحرر الرب تقوله يا رب يا رب تعميني يا رب تعميني يا رب تعميني بقيت لأكل يا رب وطولة قدامك مليانة صحيح합니다. الكلمة بحاجة تحكي بالهوى فتاح الانجيل وحكيه انتي والرب حسب الكلمة فضلي شو هو الحافز اللي بدنا نخلي هالشخص اللي عم يسمعنا او اللي عم نبشره قدامنا كيف بدنا نشهيه لكلمة الرب لانه بده يقول لبعيد وبعد ما بيعرف كلمة الرب بده يقول انا شو اللي بده يخليني افتح الانجيل وقريه واذا قريت ما رح افهم شو هالحافز يلي نحن بدنا نكون عم نجتهد قدامه لانه اللي بده يتبشر بده يكون في كارز ليبشر كيف بده يسمع بكلمة ربنا شو هالشيه بدنا نشهيه يفتح الانجيل يعني شو بده يشهيه شو في الشيه بده يشجعه يفتح الكلمة فهمت لكي تانكيو في عندي قريبة ما بيعرف منش متعلم وما بيعرف ولا كلمة اسبانيوري بقى في عمه ساكن بقروبة قضيم بقى بدي روح يعيش بقروبة بس ما بيعرف لغة ما بيعرف اللغة شو الحافز انه راح هبلد ما بيعرف ولا كلمة وبدو يبعد هنأهله ليش لأنه بدو يبني حياته بدو يكون في عنده شغل بدو مادة وبدو يكون هم بيطلع من المحل اللي هو فيه لي ما في مستقبل ما في غير حزن كله مسكر قدامه ترك كل شي وراه خاطر وروح لهونيكي ما في بلش كلمة نحكي معه سويا حكينا بلغة اسبانيوري بعد شهرين 3 4 5 هلأ صور كل لغته اسبانيور بيعرف البلد بيعرف القانون بيعرف اللغة بيعرف يكتب بيعرف كل شيء قصدك السعي الانسان بدون يسعى بدون يشتهد اليوم بدي مني راضي بيوضعي بدي يتغير اذا انتي فرحين كتير كتير نجرب هالتغيير نجرب هالتغيير ايه يعني انتي شو عندك حاجة عندك هم بدك يروح الهم عندك مرض بدك يروح المرض تابين في فشل بحياتك حيالتك خربت في مرض منك مبسوط يقسين قلقان خايف شو قصك منك جوعين شبعين عندك شهوات شو قصك تتغير تشيل من حياتك الكلمة بتشيل لك هون وغيرها الكلمة بتخلص الكلمة بتقدس واليوم العالم مش عار في هالكنز لان الكلمة كمان بتاتي ورثة وراثة انا بدي زيد على كلامك الرائع توني انو شهدتنا كمان وتغييرنا اللي صار فينا كمان هاي شهدة حية قدامهم وبرضو انا رح احكيها علنا برضو ده انا شهدة حية قدام اهلي واهلي بعد ما عندهم حافظ او تجيع يفتحوا كلمة الرب لا مش مصدقين كلمة الرب ما بعرف بس انا برجع بقول ربنا يبركون وانا اؤمن انو الرب اله التوقيت هو بيعرف اي متى بوقت خلاص سبعهم الكلمة شو بتعمل اخوتي كمان اذا انضعت هي تهديك مكتوب اذا ضعت تهديك اذا نمت تحرسك واذا استيقظت تحدثك من اجل اسمك تهديني وتكودوني مين بدو يقودك ويهديك بحياتك مين الكلمة انت بحاجة مين يهديك يمسكلك ايدك ويمسكلك ايدك ويهديك ويقودك بالحياتك يبدك تروحي اي اساس ايه من هون من هون بحاجة لهذا الموضوع مين بدي يقودك مين عم بيقودك فكرك فهمك مين العالم كيف ماشي يلا من اجا المسيح تهو يقود حياتك الرب هو يقود حياتنا مش انا قود حياتي باي بيقودني ما انا بدي يقود باي يا ما في عالم هي بتقود بايدنا ونمسك له ايده ونجره ورانا ما لما نحنا يمسكنا ايدنا وهو يمشينا هاترق الصح ويهدينا الى مياه الراحة يوردنا بيقول نشكر الرب الكمان الكلمة هي سمينة سمينة فيها سمن فيها وزنة ولذيذة جدا اشهى من الزهب والابريز الكثير واحلى من العسر وقطر الشهاد بيقول الله يعني الكلمة هي اغلى من الذهب ولذيذة اشهى من العسل يا اخواتي ما في قطيب من الكلمة وما في قسمة منها مش انهاك نحنا كلتنا بحاجة للكلمة والكلمة شو بتعمل هي بترشد لمعرفة شو مشيئة الله وحكيت انا قبل هان شو هي مشيئة الرب اليوم دياما في علم تقول يتاكم مشيتك ما بتعرف مشيتك كيف بدك تعرف مشيتك بدك الكلمة هي اللي بترشدك تعرف شو مشيت الله بحياتك ومشيت الله صالحة مش هيك بيقول اعلمك وارشدك الطريق التي تسلكها هو يبدو يعلمك هو انت تلميذ بدك تلمزك من خلال كلمته بيقول انصحك هو اللي بدو ينصحك ما تاخد نصيحة حدا كل العالم بده نصيحة الرب هو الخالق هو الكامل هو كل المعرفة هو الحكمة انت بحاجة لقاله وهو يبدو يك وهو يعرض نفسه لقالك بيقول هون عيني عليك اليوم بتذكر دايما كيف بترس كان ماشي فوق المي باسمة عينه هالرب ماشي فوق العالم وقتشي العينه هالرب غرق لكن الانسان غرقان بهموم العالم ومشكل العالم وفي ريح وعواصف بحياته وشو ما هي من المسكرة وهلوم مجرق خلي عينك هالرب يعني خلي عينك هالكلمة منو عينك هالرب تعلي راسك بالسماء بالسماء في نجوم من السماء في غيوم بالسماء ما في شي هيك السماء منو السماء الزرقى السماء هي بملكوت الله ملكوت الله هي أن يعرفوك كيف بدك تعرف؟ دك تعرف الكلمة يعني السماء هي الكلمة أمين منو هاك وتضرب صدرك هاك وتضرب صدري حلو الانسان يتطلع هاك بمجد الله بالخلق لخلقه ولكن ما نتطلع بالله ونحكي مع الله هاك لا طلع بالكلمة وحكيه الله هو كلمة بالسماء تعرف شغلية هوني؟ أول ما اختبرت طلعت فوق أنا طلعت بالسماء لأنه كنت مفكرة أنه موقعه فوق أنا ما كنت عارفة الله روح يا جول الله وين ما رحنا منقدر نستنشقه منقدر نشعر فيه وموجود معنا كنت أعرف أنه مكانته فوق بالسماء ما هيك تطلعت لفوق ما هيك شو بيقول الرب ما في أطيب منه الرب ما في أحن منه توكل يا إنسان توكل على الرب وعلى فهمك لا تعتمد يا مفعي لمصوروا فهمينين أكتر من الرب ويعتبروا حيلا إسا هني بدني علموا الرب كيف يشتغل أنا اليوم بدي أدعيك أخواتي أنت محدود الله غير محدود مش هاك بتقول الكلمة توقّل على الرب بكل قلبك كل قلبك تتكل على الرب هكلمته ما تتكلها فهمك لأنه كل ما تحرق فكرك وتشغل وتفكر وتشغل أنه أنت فهمين وتقلب بالحيط ما في شي أنا عملته إلا ما فشلت فيه ما في شي الرب عمل لي إياه إلا ما هو اللي ثبت ونجعت فيه مش هاك حاجة نتكلها فهمنا بيقول هون توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد في كل طرقك أعرفه وهو يقوم سبولك هللويا وأزوناك تسمعين كلمة كلمة خلفك بيقول وساعة ديناك وقتا بسورة ديناك يسمعوا كلمة خلفك قائلة هذه هي الطريق اسلكوا فيها حينما تميلون إلى اليمين وحينما تميلون إلى اليسار ساعتها بسيروا تسمعوا كلمة الرب كيب كنتمشوا يمين أو يسار يتمجد اسم الرب إنها تسكية للإنسان بما يذكي الشاب طريقه بحفزه إياه حسب كلامك بكل كلبك بكل كلبك طلبتك ويقول لا تضللني مزمور 119 لا تضللني عن وصاياك يقول كاتب المزمور ليش؟ لأنه كامش كنز شو ما تقول الكلمة بيمشي فيها بينجح بيفلح بتستقيم حياته بتفرح القلب ما في أطيب من الكلمة زوكوا وانظروا ما أطيب الرب إنها تجعل الإنسان كاملا ومتأهبا لكل عمل صالح مين؟ الكلمة هي اللي بتجعل الإنسان كامل وهم بيقول كل الكتاب هو موحى به كل الكتاب موحى به من الله ونافع الكتاب هو نافع للتعليم والتوبيخ وللتقويم إنها نافع للتعليم والتوبيخ وللتقويم والتقديم الذي بالبر لكن أنت حياتك بدك تتعلم الكلمة بتعلمك بدك تتقدم أكيد البيت بيحب ابنه بيقلبه وبيقوم لك حياتك الكلمة هي اللي بتخليك تكون أنت إنسان كامل وهون كنوا كاملين مثل ما أباكم الذي في السماوات كامل كمان ما هيك؟ نسعى للكمان هلأ بيقولوا أعملين كامل بس ما تقولوا أننا نكون كاملين طيب الكلمة داشت بدك تسكن فيها طيب أنا بقرأ نصف ساعة بنهار طيب هم بتتعمل في ناس تقرأ أنه قرد تتريح ضميرها لا بدنا نأكل الكلمة للعوكة نهرسها تتفوت ناخد وقت فيها نتأمل فيها نعيشها هون بيقول ليك يا الأي الحلوة لتسكن لتسكن تعرفوا كلمة واحدة وين بدوا يسكن لتسكن خلوا الكلمة ساكنة موجودة ساكنة بقلبك لتسكن فينا بغنى يعني خلي مركز الله يسكن فيك الله وين موجود بل كوت الله في قلوبكم وين الله بيسكن نحن هياك لأروح الكدس نحن هياك لأ الله لكن خلي الرب يسكن فينا بغنى من خلال كلمته شو بيقول ليتسكن فيكم كلمة المسيح كلمة مين؟ كلمة المسيح بغنى يعني كتروا منها خلاها تكون غنية ووافرة لأنها تكون كلمة الرب غنية ووافرة عنكم بتفيد منكم شو؟ بيفيد الحب منكم بيفيد القوة منكم أنهار مع حياة الآخرين كلمتكم قوة وسلطان ونجاح واستقامة وفرح وبناء ونور منصير نوزع فرح منصير نوزع فرح نوزع شفاء نوزع كل شيء أخدناه من الرب نوزع سلام كمان شو بيقول إليا صحيح باسمة شو بيقول إليا الكلمة هي ساف ساف الروح بيقول بقفسه الستة وخذوا خوزة الخلاص وصيف الروح هلأ في ناس بفكر ساف الروح إنه الله بده ساف ساف هيدا البيدر وفيه ساف لا مش هك ساف الروح ساف الروح وبيحددها وبيقول خذوا خوزة الخلاص يعني فكر كان يكون ما يفكر إلا بالمسيح فكر المسيح هون مستأسرين كالفكر اللي تعطي المسيح وصيف الروح اللي هي الكلمة وصيف الروح اللذي هو كلمة الله حددها لكان كلمة الله هي ساف ساف جو حدان بتفوت وتخرق ما بترجع فودي أبدا وهون بيقول بحفظ الكلمة بصير فيه سواب عظيم بحياة الإنسان أيضا عبدك يحذر بها وفي حفظها سواب عظيم يعني بدنا نحذر بعضنا فيها إذا مشوفك أنا باسمة عم تمشي عكس بوسية الرب إنك هم تقفدي حذك انتبهي وهذا شيء التحذير بيصير هالطرقات الأطسات والطرقات انتبه كون خطر إشارات إشارات كذا بدنا نحذر بعضنا ما فينا نكون عم نعيش ليش منضيع ما بدنا نضل هالطريق الكلمة هون كمان حكينا أنه هي حق رأس كلامك حق وإلى الدهر كل أحكام عدلك بيقول هون بصلاة ياسوب ما في أحلى منا قدسهم في حقك كلامك هو حق ولكن الإنسان كيف بدوا يطهر قلبه من نجاسي كيف بدوا يطهر قلبه من كيف بدوا كمان يكسر هالصخرة الموجودة بقلب الإنسان بيصير الإنسان محجر كيف بيقول أنتم الآن أنكياء كيف بنصير أنكياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به مثل هك نحن بحاجة أنه ننمى بالنعمة ننمى بيحفظ الكلمة بالعمل فيها بيسمعها بيفرح فيها نلهج فيها وبيقول هون كأطفال مولودين الآن مثل أطفال مثل أطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنمو به شو هو الغذاء للطفال اللبن اللي ما في غش هو كلمة الرب اللي بتخلي يسوع اللي فيك الطفل أنه يكبر ومتى ما يكبر ما بيضل يشرب حليب أو لبن بيقول كل من يتناول اللبن هو عديم الخبرة في كلام البر من ده المؤمنين يوم مع يوم وسني مع سني نفس الشي بدنا ننمى بالمعرفة وبالحكمة مثل ما الرب يسوع كان ينمو في القومة والحكمة والمعرفة مشين هيك اليوم ما بدنا نكون هم تناول اللبن اللي هو عديم الخبرة وأما الطعام القوي هو لمين فللبالغين اللذين بسبب التمرن تمرن لهم حواس مدربة على تمييز بين الخير والشر أنا بصلي باسم الرب يسوع أنه يكون هذا الموضوع اللي هو عن كلمة الرب هنقوم له طلق حلقات منا هيديك الأسبوع منا حلقة واليوم حلقة وأسبوع القادم هنكفي كمان بكلمة الله شو هاي الكلمة اللي هي غنية لي فيها كل شي مش هاي بيقول تكفيك نعمتي شو نعمة الكلمة هي النعمة الكلمة هي النعمة الكلمة بتكفيك اليوم ما في أطيب من أن نقض نشبع من محبة الله لأن من خلال الكلمة الكلمة هي رسالة حب ومراس وبركة ورسالة نجاح وهي بيقولوا نور لسبيلي هي اللي بتهديك وهي بتصيرك بتجعل الجائح الحكيم ويكون كافي من كل شي ويكون كامل من كل شي والكلمة هي صادقة ليش بتصدق بشر وما بتصدق الرب صح اللي بيحب الرب يصدق كلمته إذا ما عندك إيمان اختبر الرب فتاح الإنجيل منك هم تفهم هتصير تفهم هتصير تفهم لأن الرب بيفرح بوقت الإنسان بيفتح الكلمة وبيقراها ويحفظها ويسمعها ويمشي فيها جربوا من جربنا كل شي بالحياة وشو ما جربنا فتنا بالحيطان إلا وقت أنا جربت الرب يسو بسال حتى اليوم ما فت بيحات وإذا ما فت بيحات هو بيرجع بيقومني وبيهديني بدون ما يجرحني وبيحبني مثل ما أنا ونشكر الرب ها كلمته المباركة وإجا كرمالنا ونصلب كرمالنا وحبنا مثل ما نحنا ورفعنا مثل ما نحنا وبعده لهل إذا أخطأنا بعضه بلملم خطيانا من ورانا ونحنا ما منكون عارفين أنه نحنا عم نقذي أو عم نبعد عنه أو نحنا هلقدة خاطين بس هو بحبنا مثل ما نحنا أحبائي ما تترددوا تتقربوا من كلمة الرب كلمة الرب هي الوحيدة اللي قادرة تغير حياتكن تشيلكن من يأسكن من حزنكن من الظلم اللي أنتو عايشين فيها فتحوا لقنجيل وجربوا هالخرطوشة الأخيرة بحياتكم جربوا هالشي جديد يلي بعد ما دقتوه دقتوا الفرح المؤقت ما تفكروا هيدا فرح حقيقي هيدا فرح مؤقت نحنا كنا عايشينه بالسابق اليوم نحنا عايشين الفرح الأبدي يلي ما بيزول يلي ما بيوقف يلي ما بيخلص